اشتركوا في القناة شاهدين الحاضرون هنا على ارضية ملعب الاسطورة والذين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتابعون في اخر ايام او في اليوم قبل الاخير لمرحلة دور السنة يتابع المباركة حكم رابع الكابتن هادي مجرشي في لقاع قد تكون ذاتها ضراف استذنائية ومتغيراتها ثم العودة الى دوري الا الثمانية الاكثر قوة وان اليوم الكلام عن دوري الستة عشر او خادعاء ام خادعاء ملعوبة يا الهي خطرة ما تزال لكن تبعد تمريرا لم تكن بالصورة الممى شاعر البصلوي هذه تلعب خطورة ولكن تبعد الكرة تتخلص الكرة تلعب فريقي اللمسيح حميدو يلعب الكرة عالية جانبية عملية تسلام بحشوان تسديدة المجممية الثانية في هذا المكان ملعوب الان ملعوب الان بعيد الكرة يجري الى اماني يجري الى ابراهيم يروض الكرة يكسب من الخلوين خلال في التسجيل هذه الكرة الان تلعب اماميه ترجع من جديد ملعوب الكرة عندها ناني ناني يلعب الكرة ممكنة خطيرة لكنها ايضا بتتخلص اعتعود الان الى الامام ناني يا سلام خطيرة 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 وفرصة وكرة ولكن هناك صافرة موجودة حاني على تنفيذ الكرة يلعبها خطيرة بالرأس وتبعد الكرة من الدباع ترجع تسديدة ولكن بعيدة المهارة في المحافظة على الكرة والتسديدة من مانه والابعاد الدباع المتركزة كرة الان ما في اشيء ترجع تسديدة موجودة الله حقيقة احذيت بالنجاحات بنسبة كبيرة وكرة الان تسديدة موجودة امكانية مهارية تعطي الفوارق في عالم كرة القدم الكرة الان ملعوبة عرضية خطيرة عشوان كان قد نزل بديلا لعد العزيز باع عشوان هذي كرة الان ملعوبة بالرأس بتتحول امام المرمى يا زياد يا زياد لكن طالت الى ضربات الترجيح في لقاء عادة بعد نهائي زمزم كرة الان ترجع منجل في منتصف الملحب ملعوبة طولية الكرة امامية طولية الكرة امامية طولية الكرة امامية لكن مبعدها حارس المرمى الكرة مما مناني تعود الان ملعوبة خطرة الكرة صناعة الى ابراهيم عدا ملعوبة تسديدة لكن بعيدة فضي فرق الاحياء بمكة المكرمة والضيف الكبير على استاذ عبد الرحمن الدعجاني الحاضر من الطائف هذي كرة الان ابتلعب خطيرة في المرمى في المرمى جول في المرمى جول 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 زياد هو الزيادة الزياد جاي وعنده ايرادة يسجل هدف الان هدف في مرمى هم قد يشعل لهم تلعب لان تصل الكرة ساقطة في مكان اوهو ركل الجزاء سريعة ضرب الجزاء سريعة محمد الاحمر يطلق الصافراء والمشاعر بفرل ياسر ولا ياسر ياسر وياسر اوهو ضاعت 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 يناني ضاعت ضاعت يلا ماسيا ضاعت يلا ماسيا تلتماسي صالح لاحبي فريق المشاعر في الناحية اليمنى المسي يتقدم المشاعر يبحث تلعب الكرة عامر خلصة ترتدي الان من حس من هاني هاني ترجع الكرة ملعوبة تزيد هاني وقاتل امام الكرة تعود الان عندك لكن ترتدي الان ترجع الكرة في الناحية الاسرة المشاعر امريقيا ماسيا المباراة مجنونا في الشوط الثاني ملعوبة سريعة الكرة في مكان جميل جدا لكن كريزبو من يساهم من اجل دعمي حتى كذلك الاعلام الجهات التي تدعم ميديا تيك الجهات والشخصيات التي تدعم صدق مكة برو الاشخاص الذين يحفزون نجوم الملاعب من اجل ان يبقى الاعلام يبث رسالته عن مكة عن مكة عن مكة عن مكة يا سلام على الكرة لكنها ايضا بتتخلص يرجع من جنب بعيدة تسمى بالبحارة لتناقش خاصة ما يخص رياضة غرب مكة خطير الكرة خطير الكرة خطير الكرة ابعدت فريق الوفا حقيقة اكاديمية نور ايضا حقيقة عمل كبير جدا في مكة المكرمة لكن اليوم انت تتحدث هذه كرة الان ملعوبة مرت الى خارج جردية الملعب الى رمي التماس كرة ملعوبة ساقطة واحمد العز خلصة لكن تبقى في الخطورة تلعب من سعود تسينة موجودة لكن كيف ما التمق زكريا فموجود تبتدى الان خطير الكرة ملعوبة الجانبية لكن هذه ما تزال هذه ما تزال لفريق المشاعر مبعدة كرة من منتصب الميدان محاولة لنصب مسارة التسلل من لاعب فريق اللماسية ملعوبة خطيرة لكن احمد العز يتدخل يخلص الكرة مبعدة الى خارج جردية الميدان اسماعيل ولا ناني لدينا خطأ في هذا المكان ياسر يتقدم يلعب كرة بعيدة جدا تمر كونان في ارفية الملعب يحب ان يلقب بقوميز هذه كرة للملعوبة لكنها لم تكن بالصورة المضلوبة عبدالرحمن كمال العباء امامية في المنتصف ترتدي يا سلام يا عيني تمريرات بيني يا كرات يا سياعين لكن التغطية الدفاعية حاضرة بصورة ذكية جدا على طريقة عبدالشافي عبدالرحمن كمال في اللقظة الماضية دوران مرت الاخر جرد الملعب لا ضربة المرمى الاخر جردية الملعب لا ضرب الزاوية اللي صالح لاعبي فريق المشاعر يضغطون بصورة كبيرة جدا هذه الكرة الان ملعوبة لكن تبعد تبعد ترجع من جريد من دار الدهدي هو من خلص الكرة لكن ترتد الان خاطئه خطره كنت ر footprints جدا Dir לפنج ملعب antenna وانا فريق المشاعر in advance الى رمية التماث صالح لاعبي فريق المشاعر في الناحية الامنة في الناحية الامنة رمية التماس التلعب الان ساقطة في مكان لكن تركي خلصها والمتابعة من زياد باحشوان اراحت الى رمية التماث من الجهة المقابلة اراحت الى رمية التماس من الجهة المقابلة شوف ملعوبة وخطورة الكرة يترتد الان المكون من اربعة لاعبين تلعب خطورة ولكن قريبة الى ياسر قريبة المعدة اللي بدوره يلعبه لفتح الجبهات مرت الكرة الى خارج ردية الملعب افريقا الاسطورة الذي مر بينما لدينا الا الجواء كرة الان تلعب كرة الان تلعب كرة الان تلعب لكنها طويلة وصلت الى حارس المرمى اتلعب الكرة في مكان جميل جدا ملعوبة ملعوبة تسطينة موجودة يا كمال في مطولات مكة والذين هذه الكرة الان خطيرة لكن لاحبوا فريق المشاعر متابعة صراع دائرة جنون الكرة الحمراء والفنيلة الحمراء ملعوب الكرة باتجاه حميده خطيرة خطيرة لكن ياسر محدي يحلق على الكرة من اجل الامان يحلق على الكرة من اجل الداخل ومن نجل الضوء المشاعر ما زال يبحثوا المشاعر ما زال حتى الدقائق اللاخيرة ترتد الكرة الان ترتد الكرة الان ترتد الكرة الان لفريق اللاماسية للاماسية لكنها وصلت سليمة هنا جماح المشاعر هذي كرة الان تلعب خلاص نعم اللاماسية الى دار الثمانية اللاماسية يحبرون يمرون المشاعر هنا نقطة لنهاية القصة بعد اجمل قصة بعد تحديات ومباريات بعد كذلك سجلات ربما سجلت لا تنسى فريق المشاعر يغادر فريق اللاماسية لاماسية العزيزية الى دار الثمانية مشاهدين متابعين في ملاقات الفائز من المباراة القادمة شوف الفرحة لحيال العزيزية في هذه اللحظات كيف يهنئون كيف يباركون الا ماسية الى دار الثمانية المشاعر وداعا باي باي ايوا السادة متابعين حتى نلقاكم في لقات قادمة اولا نقول لكم هاردلو خسارتكم مباراة اليوم مباراة كانت قوية مباراة رجولية لرمق الاخير وكنتم تحاولوا انكم تسجلوا هدف التعادل لكن بداية الشيطة الثانية عفوا جاء فيكم هدف من غلط اولا باسم الله الرحمن الرحيم المباراة جدا جدا كانت صعبة على الفريقين كنا نخشيدا وكننا محذرين جدا عندما يجي فينا هدف والهدف تقريبا جاء فيه شك تسلل اعتقد وشيطة الاول كان جهدنا انه اكثر فريق حصل على فرص وصلنا الباب اكثر من مرة لكن ما توفقنا وشيطة الثاني ضربات الحظ على قرن وركلات الجزاء ضيعة اللاعب فهذا شي طبيعي ومبركة للفريق الفايز وحردك لنا وانشاء الله الجاية تفضل انشاء الله سأول شي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بشكل نباركة لفريقه الاماسية شيطة الاول كنا مركزين صح وبداية الشيطة الثانية استغلوا الفرصة وسجلوا الهدف هذا اللي اصار الكثير اولا نقول لكم الف مبروك اللي يتأهلكم لدور الثمانية اليوم مباراة كانت قوية كانت مباراة عصاب سجلت وهدف بداية الشوطة الأول وجارك للجزاء للمشاعر ما حالفهم الحظ فيه لكن كنتم متراجعين نوعا ما في الشوطة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم والشيء الحمد لله ثاني شيء اليقافات يمكن تعبثني شوية في المباراة مجريات المباراة أنا أقول الحمد لله لعب بديل ينزل يسجل هدف في مباراة زي كده في دورة 16 من من الشبان يعني من لعيبة اللماسي الصغار وشيء طبيعي انت تسجل لازم تبقى ايش تحافظ انت عارف ايش المشاكل اللي عندك ولازم انت تحافظ برب الجزاء أنا ما أدري كيف أن حسبت علينا لكن الحمد لله انها طلعت بره طيب كوتش ايش كانت ابرز تعليماتك لللعيبة بين الشوطين حتى نزل الشوطة الثاني كانوا عازمين على الهدف للأمانة يعني فريق الخصم ما شاء الله تبارك الله كلهم الجسم البنيانية عندهم قوية يعني للأمانة فالأهالة اللي عندنا قلنا لهم يستغلوا الخفة اللي فيهم ولعبنا على الأنقاط في فريق الخصم والحمد لله التوج بهدف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر